السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد من قناة ابو غزالة. بس قبل ما ندخل في الموضوع ما تنسوش اللايك سبسكرايب وتنزل تتفرج عليك كل الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية. وطبعا احنا قلنا ايه? احنا عاملين معاكم سلسلة جديدة اسمها ليه? عايز تشتري كاميرا. السلسلة دي باختصار احنا بنتكلم عن كل الكاميرات اللي فاتت واللي لسه هتنزل واللي واللي موجودة دلوقتي. بس قبل ما ندخل في الفيديو بقى. لازم اكل الرز بلبن بتاعهم دي. صراحة قلت عزي ما اطلق معي بالفيديو. امي عليها شوية رز بلبن. حوار. بس كده. عشان ما بوصي الفيديو بس. النهاردة يا جدعان هنتكلم عن كاميرا. هي زي ما بيتقول الكاميرا دي. هي كانت اخر نسخة نزلت من نيكون. احنا خلاص بقالنا حلقتين بنتكلم عن كانون. نروح لنيكون شوية بقى عشان ما تزعلش. وفي واحدة معنا برضو زعلان اسمها سوني. بس هنروح لها بره. دي كانت اخر كاميرا نزلت من سلسلة النسخة دي هي كانت احسن نسخة نزلت وقالت احنا هننهي يعني ايه هننهي بحاجة تكون وحش. وهما فعلا كانوا عندهم حق في ان هما قالوا عليها وحش. الكاميرا دي اسمها نيكون دي تمنمية وخمسين. النسخة دي مفيش منها غير قطع قليلة جدا لسه موجودة في مصر. وطبعا زي ما قلت لكم كل اللي عنده القطع دي. دي زي حتة القصور. حاجة عبارة عن تخزين. الكاميرا دي ما فيش منها تصنيع دلوقتي. كله تخزين. قبل ما ندخل في الفيديو نقول مواصفاتها. الكاميرا دي موجودة في مصر جديدة عند آآ اسمه شطر شطر شب. عاملة مية وعشرة الف. الكاميرا دي يوم ما نزلت كانت عاملة خمسة واربعين الف جنيه. وكانت لسه فئة بسيطة دلوقتي نقطة لبيعها عشرة. طبعا عشان تخزين. كاميرا دي هجدعان. عشان نبقى بس في صرحة كده مع بعض. كاميرا دي بتيجي بخمسة واربعين ميجا بيكسل. خمسة واربعين ميجا بيكسل ممكن تنافس لحد النهاردة. الكاميرات المايورليس. طبعا عشان هي بدون مرقاة وكده مايورليس. بس دي خمسة واربعين ميجا بيكسل. كاميرا فيها مية تلاتة وخمسين نقطة فوكس. يعني لو انت بتصور تصوير رياضي هي اصلا معمولة للتصوير الرياضي عمتها. بس انت لو بتصور تصوير الرياضي هتجيب لك الباقس والبص هتجيب لك كل تفاصيل الصورة. هو لو انت قصدك على حد هتجيب حد تاني وهتجيبه. كاميرا تحفة جدا. بتيجي من سبعة لتسعة اطارات في الثانية. يعني بتاخد سبعة وتسعة صور في الثانية الواحدة. كاميرا جبارة. يعني هي قالوا هي كاميرا. كاميرا وحش الفلفرين. هي هي كاميرا. هي كاميرا وحش. وزنها كيلو. وزنها كيلو. انت مسك مسك دبابة في ايدك مسك حاجة كده. حلوة. الكاميرا دي بقى جدعان بتيجي من اربعة وستين. ده بالنسبة للايزو. بتيجي من اربعة وستين لحد آآ لحد مية اربعة وعشرين قلب. يعني بتاخد لك يعني انت لو بتصور في ظلمة هتجيب لك الصورة واضحة. الكاميرا يا جدعان بتصور طبعا دي برضو حاجة لسه موصلتش لها يعني طبعا زي بس بتاعها لحد تلاتين اطار في الثانية تلاتين فريم. والفول اتش دي بتاعها الف تمانين يعني عامة لحد مية وعشرين فريم. طبعا دلوقتي بيصور وبيوصل وطبعا مؤدات الاطراب بتاعته عالية جدا. دي برضو نقطة الفرق اللي احنا هنتكلم عليها في قدام. ايه تياني عشان مسي كل ده كتبه في دولة احنا بغشو كده. المهم يا جدعان ان انا قلت لكم كل يعني كل الدنيا بتاعتها هي كاميرا صراحة جبرة بجد بس سعرها عليه قوي ان انا روح اشتري دلوقتي كاميرا بالمبلغ ده بدأ يعني انا انا لو في الحتة دي ما اشتريش طبعا دي هشتري دلوقتي زي ما بيتقال ده 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 المستقبل ما روحش احط فلوسي في خالص اي حد بيتفرج علي ما يروحش يحط فلوسه في لما يكون هو يعني لو مبتدئ يروح يحط فلوسه البسيطة في حاجة بسيطة لما عايز تروح روح على طول يعني ما تفكرش محتويات العلبة عمتها يعني الكاميرا بيجي يعني بيجي في في الكاميرا بيجي بالكاميرا الحزام بالعدسة بس طبعا احنا هنا دلوقتي بقى ايه بقى بيشيروا العدسة ويبعوها المفروض ان هي كان بتيجي بالعدسة دلوقتي بقى بتبع فرضانية كده طبعا بتيجي بالكتالوج والبطارية والشحن بتاع البطارية وشوية الوصلات والحاجات دي كلها طبعا بتدعم بقى ايه العدسات كلها اللي هي اللي هي اللي هي زي سمائين متين. طبعا دي سعارها خمسين الف جنيه. ما نصحش بيها برضو. كل العدسات دي طبعا بس طبعا دلوقتي بقى في تمرون وفي سيجما ومش عارف. يا حاجات كتير بقى بتركب بقى على الكاميرات دلوقتي بس برضو ما نصحش بيها. هي ركب نيكون حت عدسة نيكون. هتركب كانون حت عدسة كانون. ما نفتيش بقى طبعا هكل واحد على عد بلوز. بس يا جديد. ان شاء الله بقى هبدأ كده اتكلم بقى عن الفترة رجعنا للمكاميرات المايورليس. وايه اقل كاميرا وايه على كاميرا وايه اللي على قد فلوسك وعلى قد امتانياتك. والنهار ده بس قلت كده اتكلم عن نيكون تمنمائة وخمسين. الصراحة برضو ان هي ما خدتش ضجة جامدة قوي. بس الصراحة فلوس هي غالية جدا. بس كده يا جدعان. حكت كده مع متاعي. بس. لو انت ولو انت وصلت بقى معي في الفيديو لحد دلوقتي. ما تنساش بقى ايه? ما تنساش تعمل اللايك وسبسكرايب وتنزل تتفرج على كل الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية واستنى مني سلسلة جامدة جدا. انا ان شاء الله السلسلة دي تبقى سلسلة جبيرة جدا. ما تنساش بقى ايه? تشترك في القناة. ويلا سلام.